بسم الله الرحمن الرحيم اليوم محاضرتنا بالبروستاتيك بعد ما خلصنا الجزء الاول اللي راجع للسابورت اللي يجينا بالدينشار الماكزيلا والماندبل من الأوسيوستركتشار والمناطق اللي تحيطلنا بالدينشار وبعد ما عرفنا وعرفنا علاقتهم بالدينشار وعرفنا الدينشار شلو ممكنني يؤثر حسا اليوم راح نشوف العضلات وتأثيرها على الدينشار وبالعكس المصولز اتنا مجموعة مصولز اللي هي هذي نرمض بها بالصورة اوكي هذي مسؤولة عن الفيشل اكسفرين يعني اي اي شي اي تعبير بوجهنا هذي العضلات هي المسؤولة عنه سو شنو علاقتها وهي دينشار لازم نعرفها ولازم نعرف تأثير هذي عضلات على الشغل مال الدينشار فاحنا اكو اشياء لازم نخليها بالنا خلال عمل الدينشار اوكي ويعني مو بسي شي لازم نعرف تأثير الدينشار على هاي العضلات حتى ما نداخل ويا عملها حتى ما يعني ما احنا جاي نصلح من البايشنت البايشنت عنده في الخلل اللي هو ما كو اسنان شايفين الوجه ما للبايشنت اللي ما عنده اسنان يكون ما بي تعابير مضبوطة مثل اللي اعتهم اسنان يعني يفحك وحكتة يختلف تماما بغض النظر انه اسنان تبين او ما تبين احكي عن العضلات وجه الكاملة فهذا علاقتها شنو بالدينشار هسا راح نسولفهم وحدة وحدة بالبداية خلي نعرف هذي العضلات انتم اكيد كلا تعرفون اسماها فلازم نراجع حين اوكي وحسا نغرف المسلز اوفيشيال اكسورجن هي اصلا عضلات الوجه العضلات المسؤولة عن المود ما لتنشنو الحالة ما لتنحن لمن نحزن راح يبين عن وجهنا لمن لمن نفرح راح يبين على وجهنا فهذه هي المسؤولة هذي العضلات هي المسؤولة ولمن هذي المسلز تصير اه ريلاكس ريلاكس الفيس بعد ما بي اي تعابير يفقد تعابيره اه زين احنا هذي المسلز اللي داير ميدور الاورال كابيتي اوكي راح هي اللي اكثر شي نتعمق بيها من من العضلات المسؤولة عن التعابير الوجه العضلات اللي داير ميدور الفن هذي راح نعرفها ليش اصلا احنا يحتاج ان نعرفها لان هذه العضلات ما بيها ما بيها انسرت للبون اذا احنا خليناها بمكان مو مضبوط خلينا التيث او الكونتور مالت التيث او كونتور دينتر مو مضبوط راح ياثر انه على التناغم مال المسلز بالاكشن مالتها اوكي سوم راح ياثر هيت شي راح ناثر سلبيا على التعابير الوجه وعلى شكل الوجه اوكي لما احنا نضيع السابورت مال العضلات راح يصير ترهل بالسوفت تشو للفيس اللي احنا هذا ما نريد احنا نريد نحافظ على الفيس جميل اوكي وهي اذا ضاع السابورت كلش اذا زاد السابورت راح يصير الناس ترجع من الوجه بدون تعابير لان المسهوب قوي هذا الدج PCB يجب ان نعرف هذه المسلز자 التي ضاع ihnen فتحة الفم مكانها من المرتبطة الوين نعرفها يكون عضلات يعني العضلات هذي يكون جزء من عدها بالconnective tissue والجزء الثاني ما عدتها بالميوكس من برين أو بذلب المكان اللي يصير اللاترally and slightly above the corner of the mouth شو يسمي المسل النور هنا يصير تجمع المجموعة المجموعة من هاي كل هشين اللي لازم نحن نسوي اللابيال فلانج معجزل الدنشار يجب ان تقضي ثقنة لان لازم نقلل ثقنة المالتها لا بها تحدث من الثقنة المالتها لان لازم فلانج الثقنة المالتها يعني لان درجة ان اخذ من الثقنة المالتها الدرجة أن الدنشار ميقاد لا نحن نخلي بيه ثقنة بس ذكنس مو زايد حتى يقدم وما يأثر على المسلز اللي موجود في المنطقة الماندبل فيرس بريمولار هاي شغلة شغلة ثانية شنو الماندبل فيرس بريمولار لازم نخليها على الكريست على الكريست مو شوية طال عالي قدام حتى يعني اي تداخل بيها ويا العضلات ماكو حتى ماكو اي تداخل هسا نجي على المنتالس مصل شنو علاقتها ويا الدنشر لما تتقلص هذي العضلة المنتالس مصل رح السبب بنا انو الدنشر يطلع من مكانه ما يقعد عدل اوكي فلازم انو ننتبه لها اقصد بالدنشر الدنشر خلي اشوفكم اياها هي وينها هي هذي 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 المنتالس اوكي هذي المنتالس هذي اذا تقلصت والدنشر ما قاعد بقياسات مضبوطة راح يطلع من مكانه هي اتحددنا الاكستنشن للابيال فلانج يعني اتحددنا المسافة تقريبا من الكرست للبوردر نهاية الدنشر بالجهة اللابيا لتكون اوكي هذي العضلة اذا امتدت اكثر ممكن اي حركة اي تقلص بهذه العضلة راح يطلع الدنشر من مكانه فانو لازم موياها من نسوي مضبوط بهاي المنطقة لازم احنا مو قلنا هذا مثل هذا اللوار اوكي هاي هاي هنا عدنا اه هنا عدنا وهنا عدنا فيستيبيول اوكي هاي اللابيال فيستيبيول اللابيال فيستيبيول ذني الثني راح والبوكال فيستيبيول ذني راح يكون اه لما نصير بهاي المسال مرات نحتاج نغير البوزيشن مالتها حتى نحص النتائج اكثر مضبوطة اذا هي كانت الداخل عملنا هواي يعني بشكل ما نقدر يعني نتلافل هسا نجي عال انسيزيوس ليبيال سوبر عرس عن الانفير مصد هذني وين هن اللي هن ذني هسه اللي هنه هاي نتزف لبيالس هذي اوكي و هاي السوبرير نتزف لبيالس السوبريرس اوكي ذني احسن نجي نشرح عنها هي شنو بعد ما شفناهن هسه الاكشن مالت هذي العضلة هي تشبه المنتالس بس شنو هي تكون مقادرة على انه تطلع الدينشر من ما كان وحتها لازم ميافذ عضلة ثانية يا الله هي يكون حجمها اصغر شفتوها بصورة شوان صغيرة اوكي و هذي اه تصير الارتباط معلتها وين بالميوكس من برين اوكي مرأت فهذي تأدينا الى مشاكل ويعملت الداخل اذا اذا هي بالميوكس من برين احنا الدينشر راح يكون ويكون ويكون تكت ويوميوكس من برين فلازم الفلانجات اكستنشن مال الدينشر تكون مضبوطة لان ممكن نتأثر عليها وممكن نتأثر على الرتينشن هسه نيجي على البوكسينيترز مصلز البوكسينيترز مصلز ما لها تداخل مباشر ويا الدينشر ليش لان هي تمشي اه بررا وذي اوكلوجين هس خلي اشوفكم يا هي وينها البوكسينيترز البوكسينيترز هي هذي هذي البوكسينيترز تمشي بررا اوكي وذي اوكلوجين فما راح يصير عندنا التداخل ويا الدينشر بس شون راح يصير لها تأثير عندنا الماسيتر مصلز اللي هي هذي يكون عملها ويا البوكسينيترز مصلز يصنع زاوية تسعين فراح تأثر الماسيتر على البوكسينيتر لما تتقلص الماسيتر راح تأثر على البوكسينيتر فممكن انه تندفع البوكسينيتر وتأثر على الدينشر اوكي بس الماسيتر تسوينا رايت انقل فاللي لازم نسوي شنو اكوفد قروف نسوي بالدينشر اوكي هو الماسيتر قروف اوكي هسا نجي على الوربيكيولارس اورس الوربيكيولارس اورس هي العضلات اللي دائر ما يدور الفم فتحة الفم هي العضلات السفنكتر اللي هي العاصرة للفم اوكي الابرلب هس خلي شوفكم ايها قبل اشرحكم ايها وينها الوربيكيولارس اورس اللي هي هاذي اوكي هاذي دائر ما يدور الفم الابرلب لدينا الشفاء العليا منين يجينا السببورت مالته من السيكس انتيريار تيث ما رح يجينا من الدنتر بوردر فحنا لازم الانتيريار تيث هي اللي نحصل من عدتها السببورت للأوربيكيلاريس أورس بالنورمال أكلوجين السوبرير بوردر وفي اللاورلب الجهة هادي عدنه اللاورلب لحظة هادي هاي القبرلب هاي اللاور الجهة الفوق من اللاورلب لازم شنو يصير سبورتت باي انسيز الثرد الانسيز الثرد اللي هو هادي سوري هادي هادي انسيز الثرد هاي اللي يصير سبورت للسوبرير بوردر أو في اللاورلب اوكي اذا هادي ما صارت اوكي اوكي لما لدينا المسل مع الليب رح يكون منظرها انه مترهل هي تشيه لما يكون شكل من واحد ان الجو ما تبقى اوبن وكل المسل رح يكون الليبس يعني مترهلة هي تشيه لازم احنا من اخذ امبرشن ان نسجل عمل هذه العضلات بصورة صحيحة لما هذه العضلة تشد زيادة على اللزوم يعني خطعتنا بالقياسة انه هاذي ش رح يصير راح يصير بها حتى لما ناخذ امبرشن ندخلها هي تبلش هاي هس هنجي عال سوبرا هايويد مصل اللي هي الديا ستريك ستايلو هايويد جينو هايويد ميلو هايويد ذني العضلات شنو وضعف هن راح يكون وضعف هن الهيويد بون اوكي اوكي ويسود دبرجيين لماندبول اوكي راح ترفع الهايويد بون واللارنكس. وهو وتنزل لنا الماندبول. الجينوهايويد طبعا هنا ذني. اوكي. الجينوهايويد اللي هي هادي. الجينوهايويد. المايلوهايويد اللي هي هاية. اوكي. ذني اه ممكن انه حد يعني عشان يحيطنه بالماندبول. اوكي. المايلوهايويد. هادي. المسلس. نكون هاية المسؤولة عن المسلس. اوكي. هاي المايلوهايويد. اوكي. هاي المايلوهايويد. انو ترفع عنا الهايويد بون والتانج. وممبرانيوس فلور اوف ذا اه ماوث. عملية السوالانك. افذ دينشار اكستندت بلو ذا اه يعني اذا مشينا شوية بالدينشار جوو المايلوهايويد لان. اوكي. اتسو اه اه امبنت المايلوهايويد موسلس. راح تعيقنه عمل المايلوهايويد موسلس. اوكي. اوكي. هادي. شون شو. قطة عنا وترفع عنا خلال وتنزل لنا الماندبل. اوكي? ترفع وترفع عملية وتنزل لنا الماندبل. هذي السوبرا هايويد. نجي هسا انفرا هايويد ما. انفرا سوري. انفرا هايويد ما صلز. ذني العضلات. اوكي. ذني الانفرا. اه هنا ما لهي تداخل مباشر. بس هنا شنو اه عدنا العضلات بالماندبل لما نفتح الفم. اه قلنا من المسؤولة عن من نفتح الفم المايلو هايويد. المايلو هايويد لما نفتح وهي تقلص راح العضلات الانفرا هايويد ما صلز راح تثبت لنا الهايويد ما صلز راح تبقي لنا الماندبل نفتح. اوكي. هس راح نصالف على المسلز اوف الماستيكيشن اللي هي اهم شي بدي نتشاري. يعني اهم في الموضوع انه هاي العضلات شنو. اوكي. واكثر شي لازم احنا اللي نعرف ها. فالمسل اوف الماستيكيشن عدنا اربعة. الماستير. التمبراليس. الميديال. من خليل الماستيكيشن والمستيكيشن. العضلات اللي تدخل في عملة الماستيكيشن masticatory and the non masticatory movement in the mandible okay yeah تحرك ال mandible incomplete denture the non masticatory movement and the contraction of the teeth during this movement are probably of more concern that the masticatory movement when we have the complete denture either the masticator or the masticatory movement it is important that we have to read it all right not just the masticatory movement we need it like the partial denture this is the complete denture when we go to the centric بالركورد جوريليشن بالناخذ السينتريك لازم مساعدة فتح ضلي ترجعنا القاعدة الاصلية للجوريليشن فهذه بوساطة منه راحستها من البوستيريار فايبرس افتح تنبرالس مساو اوكي البتريقو ماند بل عرافي البتريقو ماند بل عرافي هي فالباند من التندنس فالباند من الاوتار يكون موقعها بين البتريقويد هاملالنوات سوبريرلي البتريقويد هاملالنوات سوبريرلي و الماندبل و الماندبل بل منطقة من الرطومولار بات اوكي انفريرلي it is the point of attachment of the boxinator's muscles laterally it is superior pharyngeal constructor muscle medially اوكي هاذا البتريقو ماند بل عرافي المسلز اف السوفت بلت بدنا مجموعة من المسلز اللي تكون موجودة بالسوفت بلت اللي هي تنزر في اللي بلتاين اوكي تنزر في اللي بلتاين هاذي العضلة البسيطة الصغيرة اللي هي هاذي تنزر في اللي بلتاين هايا هايا اوكي اوكي هاذي العضلة هي ممكن انه الكونتور مال الدنشر تدفع الدنشر حتى انه يصير بالهوميلر نوتش اوكي اللي بي تر في اللي بلتاين اللي هي هاذي هاذي اللي بي تر في اللي بلتاين اللي بي تر في اللي بلتاين اللي بلتاين اللي بلتاين اللي بلتاين اوكي لازم نحدده هاذي العضلة لما ترتفع اثناء عملية اللي بلتاين راح نقدر ان نحدد من خلالها اه هي ترتفع خلال عملية السولينج وكذلك انا هنقدر انحدد البوزيشن مع الوبراتينج لاين او ال البوستيريال بالتالسيل فور ماكزيلر دينشر البلتاينجلوس اللي هي اوين دو بلتاينجلوس كنتراكت لما نظني اللي هنه هاذي البلتاينجلوس وال هاذي لما نثنيا هن يتقلصا هن راح التانج عن دي سوفت بالي تيجون تجدر ايش اذا هر اوكي ديس اكشن اوكي اوكي ديس اكشن اوكي ديس اوكي هاي هيا ال صورة هي بيها العضلات خليتلكم ايوها اوكي اوكي هسا ريد نعرف ليش احنا اه اهمنا انه نعرف عن المسلس اف السوفت بالياتس لان احنا عدنا اهم شي هو هو الفايبريتنج لاين الفايبريتنج لاين صاير بالسوفت تيشو من السوفت بالياتس اوكي ما بستند على عضم البلاتس بالسوفت تيشو فقط ما كو بي رايح عال السوفت بالياتس سوري ماكو شي من عنده مو الخط الفاصل بين السوفت والهارد بيلاتس لا هو في الجزء من السوفت بالياتس فقط اوكي يعني مو اوه مو ما يهمى بالهارد بالياتس اوكي نقل لالباشينت انه يقول اه لما يقول اه راح نقدر نحدد اه نقدر نحدد او انه خشمة وشوية شوية يدفع الهواء اوكي اه نقدر نحدد من خلال هاي الطريقتين وين يصير هو بالضبط يصير اذا جنكشن بالموفابل عند النار موفابل باكرينها مسبقا عدنا ثلاثة كلاسات الكلاس الاول ان يكون ان يكون هوريزنتالي اوكي يعني اللي نقصد بها الهارد والسوفت بليت بتكون هوريزنتالي اوكي يعني ما شهي اكثر شي هذي راح ينطينا مساعة اكثر للبوستيرير بليت السيل اه فهذا كلش ممتاز الكلاس الثاني الصوفت بليتي والهارد بليت صنع عنا اه اه خمسة واربعين اه خمسة واربعين درجة اه هاي راح ينطينا اقل اقل مسافة من من التشو عن الكلاس اه تو بس انه هو اوكي الكلاس ثري اه يكون سبعين درجة اه بين الهارد والسوفت اه اه فهذه يكون اه كلش قليل البوستيرير بالتلسيل اللي كفرج تشو ماته كلش قليل التانج التانج هو اه اه اكيد ان احنا نعرف ان هو اذو عضلي اه يتكون من جزء من العضلات اللي هي اه عضلات اه داخلية تكون هي اصلا بداخله او يعني اه يعني يعني انت بدون انت هي عضلات اللي بداخل اللسان ما كقول هاتصال خارجي والعضلات الخارجية اللي يكون له اه اه اصل اه الاصل مثلا باللسان وبره انه مرتبطة بغير شي مرتبطة بغير جزء من الفهم. آآ العضلات الداخلية آآ هي تكون مسؤولة عن تغيير الشيب مع اللسان. اوكي. آآ بينما الخارج هي تكون مسؤولة آآ عن مثلا ان نريد نطلع اللسان آآ آآ او مثلا همينا بتساهم بتغيير الشكل اللسان. عدنا اللسان المفروض هو موجود بالفلور آآ آآ لازم انه احنا من ناخذ لازم نداري انه نداري انه نداري في نقطة مهمة انه اللسان لازم يبقى آآ حرما قايدة ولا بشكل الاشكال يان اي تقييد الي راح مجرد حركة من اللسان آآ راح يطلع دنشار برا. اوكي. آآ خصوصا انه لنجو الفلانج آآ آآ مال ماندبول دنشار هي اللي تحيط باللسان. اوكي. من آآ من آآ ان من ناخذ امبراشين آآة لالالالالالاوار آآ نطلب بنبيشنت انه يحرك آآ 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 رايت آآ آآ عند ليفت ونقل له انه يمسح بآ بطرف اللسان على شفته انه يحرك فوق جوه يكون اللسان حركته آآ مريحة بكل الاتجاهات حتى ما يقيد الدينشر. اوكي. المسلس فيستيولوجي. الهيومن بادي انه هو اه اجستابل ماشين. كبول او ادابتين اه تو change in the environment. يعني الجسم البشر الطبيحته انه ممكن يتقلم ويه اي شي برا. اوكي. فان هو يقدر يتحكم بتصرفاته. من السنسر نيرف اندين. اوكي. العدن مسؤول عن الهيومن. اوكي. العدن مسؤول عن العصاب جهاز العصر الحسي. هذا انه هو العضلات اللي عندنا بالفهم. اه هي حركتهم ارادية. اوكي. يعني ارادية ما راح نقدر نحرك عضلة واحنا ما ندري بيها. لا. كلهم سيطرة يعني مرور الوقت. راح نفقد السيطرة على هذه العضلات. اه يعني اه من الباشنط انه يكون فقط في الاسنانة. ممكن انه تصدف عنده حركة الى ارادية بفمه. اوكي. اه فان لازم المصل اه يعني الفليكس للعضلات انه يتحملها الدنشة. ما امم مثلا اي حركة بالعضلات هذي يطلع الدنشة برا. the oral cavity has many sensor neofibers many of these are associated with the periodontium okay high nerve ending موجود بالperiodontium لما exist to that راح تروح به البرiodontium فليهذا يجلكم اتقل المسلس the contraction is sorry the muscle contraction is of two type. عندنا المسل contraction عندنا بنوعين لما العضلة يصير بها قصر بطولها اه هذي يسميها ايزوتونيك لما تتقلص ولما العضلة ما يصير بها قصر بها اه لما يصير contraction هاي ايزومتريك. الورال ميوكوس ممبرين تنطينا الورال ميوكوس ممبرين تنطينا او تساعدنا بالسupport الكمبيت دينشار. الورال ميوكوسة عندنا مقسمها ثلاث اقسام اللي هي الماستيكيتر ميوكوسة الماستيكيتر ميوكوسة واللينينج ميوكوسة وسبشيلايز ميوكوسة اوكي اه نجي هسه على الماستيكيتر ميوكوسة هي كيراتيناد ستراتيفايد سكويموس كبيثيليا اوكي وين راح نلقاها راح نلقاها بالطبعا باليدنشارس بيشينت راح تغطينا الكريست of the residual ridge الكريست of the residual ridge والهارد بليت اوكي سوري يعني الهارد بليت والكريست of the residual ridge هاي الماستيكيتر ميوكوسة بينما نجي هسه على الماستيكيتر ميوكوسة الماستيكيتر ميوكوسة الماستيكيتر ميوكوسة المحجidayه هاي سراتيفايد سيكون ميوكوسة بيتريم janganكرا تهنا يدا해�اد it's found when بالروب اللب والشيك واللف and a ventral surface of the tongue بالطنج حسنا لنجي على الهدفل الميوكوزة الهدفل الميوكوزة يgenقر الرجل البرقil أختصر آخر وفقها السفاحة beauty الميوكوزة الأبع pone على سبيل الميوكوزة على الشعر التعريف على الرسال ل Hang SZ mucosa on the upper surface of the tongue the oral mucosa of soft palate is citratified sequimus epithelium non-keratinized okay the sub mucosa have a numerous gland supporting members it is a transition between loosely and fixed type of the mucosa now let's talk about salivary glands and saliva salivary glands we have three تقسيمات الي هي يتكون اغلبها مصلي مصول الي هي تجينة من البراطي ديجلاند واللي هي ميكست بط اكثرها سيروس secretion اللي هو الافرازات المصلية هاي منين تجينا باي السبماندبي للقلاند والميكس بط اكثر شي بيها ميوكس secretion الميوكس اكثر من السيروس هاي تجينا من السبلينج والقلاند okay some other smaller plants are located in the ميوكوسة of the tongue اقعدنا في الدقلاندات صغار نلقا بالميوكوسة مع التانج واللب والبلت عدنا المرات السلايفة تكون ثك فالمشاكل اللي راح تنطينا اياها هاي السلايفة الثك شنو راح اذا كانت ممكن انه تنطينا تسوينا فورس تدفعنا للأوت راح يقعد بمكائن يعني incorrect مرات من اخذ راح اصغير مثلا بابولت بين امبروشن يعني هي ثك سلايفة فما راح تقعدنا الامبروشن صحيحة يعني راح يسوي امبروشن ميكينج اوكي يعني ما راح نقدر ناخذ امبروشن صحيحة اه البيشنت اللي عنده ثك سلايفة راح يعاني يصير عنده غاق رفليكس اوكي او ما راح نقدر ناخذ الامبروشن لانه اه تضايق البيشنت كلش بينما عندنا السلايفة منتقل اه راح تسبب انه اه مشاكل اللي هي الجفاف اللي عندهم جفاف الزيوستامية الزيوستامية اللي هي راح يتقل عندنا الريتينشن اوكي وراح تلتسق بال الشيك واللب اوكي اه الشيك واللب على تسحب الريتينشن وراح ضايق البيشنت وممكن انه سوينا تقرحات جو الديشن راح تكون كلش مزجر للبيشن بالاضافة الى هسا نجري على الفيسيولوجي فاكتر افكت salivation اوكي العامل الفيسيولوجية اللي تترع السلايفة اه اجريبابل تيست ستم يو رزل ان بروفيوز salivation لما الطعم المقبول الى للدينشن راح يحفز السلايفة اوكي السموث لما ندخل الدينشن داخل الفم راح يزيد ال salivation راح تزيد بنغريس salivation اوكي اوين ابشن دي هايدرات سلايف ايشن دي الايشن لما البيشن اصلا يغاني عاطفية الإنسان ومشارة تتغير لما نخلي الدينتشر فراحة تؤدي إلى تغير بضاء في الجسم الرقم خمسة ويتقدم العمر السلابة تكون لزجة أكثر ويالعمر تزيد زوجته تحتوينا السلابة على أنزيم هذا الأنزيم راح المسؤول عن هضم الأطعمة النشوية وهي لابركنس ميوكوسة على سيفين الدينتشر وبرتكتف أجنطي وهي أنتفنجي وانتفنجي 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 وهي كلش مهم النجاح الدينتشر وانتفنجي والميكانيكا وانتفنجي وانتفنجي هذه المحاضرة باسمي وان شاء الله انا مستعده وراح اجاوبكم شكرا ما اقدر